اشتركوا في القناة كل هذه الامور يعني مشكورين وزارة الداخلية صرحت بهذا الموضوع واليوم راح نتكلم بتفاصيل اكبر عن مشروع الاقامة وهذا المشروع الوطني طبعا هذا المشروع هو تجديد الاقامة والعمالة المنزلية وغيره اعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزارة ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بان معاملات المواطنين والوافدين ستكون اونلاين ستكون اونلاين يعني في القادم الايام اما معاملات مادة عشرين وهي العمالة المنزلية تقدر من اليوم هم اليوم بدأوا فيها لكن الان وانت تتابعني لقام عندك منتهية تقدر تجددها من خلال الاونلاين فقط مادة عشرين وهي العمالة المنزلية لذلك اقامت مشكورة وزارة الداخلية مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع وشرحت فيه اعتقد الخميس اللي فات وكان بادارة مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد صالح لسهيل واليوم راح نتكلم بشكل اوسع واشمل مع ضيفنا في هذا المساء وهو العقيد علي مصفر العدواني نائب المدير العام لكن بعد ما نشاهد هذا التقرير المتعلق بمعالي وزير الداخلية مشكورا على الجهد الجبار اللي قاعد يقوم فيه هو وباقي زملاء بوزارة الداخلية من وكيل الوزارة وباقي القطاعات المتعاونة مع بعضها لبعض الخدمة الوطن والمواطن لذلك يشكرون على هذا الجهد منطلق معاكم إن شاء الله من خلال هذا التقرير وبعده مع ضيفنا العقيد علي العدواني انترنت لانجاز المعاملات الوزارة قائمة بهذا الشيء خلال اسبوع راح يعلن عن خدمة تجديد الرقامات للخدم وهذه يخص تقريباً 800 ألف معاملة إصدار الإجازات تجديد الإجازات الجوازات الإلكترونية في كثير من الخدمات المعاملة اللي تحتاج واسطة هي المعاملة اللي مو كاملة اللي تبيستثناء أما إذا معاملة مستوفي الشروط تمشي بالطريقة الصحية مساء الله الخير أحبابنا وحياكم الله طبعاً شكراً أيضاً لمعالي وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وكذلك الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال المعرفي على جهدهم وعلى هذه الباكورة وكرة النجاح فشكراً لكم على هذا الجهد الجبار اللي قاعد يقومون فيه وإن شاء الله هي حلول جدرية لمعاناة بالمراجعة وغيرها إن حصل لا سمح الله هناك بعض الأخطاء فهذا الشيء عادي جداً وكيد الجماعة رح يتداركون بشكل سريع وأعتقد أن هناك كذلك لجنة لمتابعة هذا الأمر أبتدأ مع ضيفنا نورنا اليوم مسعي الخير العقيد علي مسفر العدواني مساكل الله الخير بسعود مساكل الله الخير بسعود حياك الله مساكل الله بسعود وسعيد أنا في تواجدي معاكم اليوم وشاكر لكم على هذه الاستضافة وإن شاء الله نكون خفيفين عليك وعلى المشاهدين وألف شكر على الاستضافة حياك الله ويهلا مرحبا فيك يعني الموضوع الأمانة كبير وعميق ولكن إن شاء الله سنجيب على تساؤلات كل من يتابعنا ويشاهدنا بهذا الأمر الجديد بوزارة الداخلية نريد أن نبدأ معاك من بداية هذا الموضوع من نائب رئيس مجلسة الوزارة مع الوزيرة الداخلية الشيخ خالد الجراح نبتدي كيف جاء هذا الموضوع من معالي طبعا بوتركي الموضوع ما هو وليد اللحظة أكيد كان فيه مجهود في الفترة الماضية وأمانة هذا المجهود كان بناء على اجتماعات متتالية وحلقات نقاشية كثيرة وهي اللي الحمد لله اليوم أثمرت على المشروع بداية هذا المشروع كان عن طريق قطاع التكنولوجيا المعلومات وهذا القطاع بالذات كان فيه هناك قرار من مجلس الوزراء بتكليف قطاع تكنولوجيا المعلومات لمخاطبة الوزارات للبحث عن الآلية لتقديم الخدمات الإلكترونية نعم عن طريق الأونلاين عن طريق الأونلاين عن طريق الخدمات الإلكترونية وهذا الموضوع يعني مواكبة للتقدم اللي قاعد يحصل الآن في دول المجاورة وفي المنطقة وفي العالم ككل بالضبط فبالتالي إحنا يعني مضطرين أن نواكب هذا التطور عمانة أن أنا نوجه تحية للإخوان في قطاع تكنولوجيا المعلومات خاطبوا وقالوا شنو المشروعات اللي ممكن أنتوا تقدمونها للمواطنين والمقيمين عن طريق الأونلاين عن طريق الأونلاين عن طريق الخدمات الإلكترونية فأتدرج الموضوع لحد ما قدمنا مشروع إلقاء الملصق أو إلقاء ملصق الإقامة والاستعاذة في البطاقة المدنية أمانة هذا المشروع راح يكون من شقين يعني وإن شاء الله أني أحاول وأقدر أني أشرح لك شنو اللي راح يكون طريقة طريقة المشروع في شق الأونلاين وشق المراجعة اللغاء الملصق طيب الآن خلنا نطلق بهذا السؤال اليوم تطبقتوا هذا الأمر وهو للمادة عشرين وهي العمالة المنزلية فقط في القادم الأيام ستكون للوافدين إن شاء الله الآن كل من يتابعنا يستطيع أن يجدد الإقامة لعاملة المنزل عن طريق الأونلاين الهدف من هذا الإجراء اللي أنتوا سويتوه أعتقد أيضا فيه تكلفة بشرية ومادية في هذا القضية نعم شنو هدفك نحن بس توضيحا أبو تركي الموضوع ما هو بس اللي مادة عشرين نحن فيه مثل ما قلتك من شقين نعم اليوم بدينا بعشرة ثلاثة بناء على تعليمات سيدي معالي ناب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية شيخال جراح وبتوجيهات مباشرة منه والتعليمات وتوجيهات من سيدي الفريق عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية وبمتابعة حتيثة من السيد الوكيل المساعد لشؤل اللي قامة اللي واطلال معرفي بدينا اليوم بعشرة ثلاثة في تطبيق القرار الوزاري الخاص في هالموضوع اللي يحمل رقم 139 على 2019 هذا القرار شنو يقول يقول ان الاستعاضة في ملصق الاقامة الى البطاقة المدنية يعني بكل بساطة احنا بشوية بنتكلم بساطة معلش يعني ما راح اقول لك ارقام معينة والقرار يقول في فقرات القانونية صحيح في كل بساطة ان هذا القانون او هذا القرار استعاضة الملصق اللي موجود داخل الاقامة او داخل الجواز في بطاقة مدنية الا في حالة المادة الاربعتعش اللي هي اللي قام موقتها ورح اجيك فيها تفصيلا هذي الشق الثاني اللي هو خدمة الانلاين خدمة الانلاين هي اللي تفضلت فيها حضرتك وتكلمت انها خدمة التجديد عن طريق الانلاين فقط لحملة المادة عشرين وهما يعني توضيحا للعمالة منزلية يعني بكل بساطة اليوم انت عندك عمالة منزلية تقدر انت كشخص سواء مواطن او مقيم وعندك عمالة منزلية في في جهة عمالة في بيتك تحت كفالتك يحملون المادة عشرين تقدر تدخل على الرابط للحكومة الالكترونية ومن ثم الى موقع وزارة داخلية ومن ثم تدخل وتختار اي شخص من العمالة اللي عندك وتجدد له يعني الامر سهل وبسيط جدا هذا في حالة ان الاقامة موجودة وحب انا اجدد نعم في حالة انه جديد توا لا احنا انقع الغانون هذا يختص في التجديد فقط 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 الشق الثاني اللي هو الغاء الملصق لجميع المواد ترى احنا مو بس المادة عشرين المادة عشرين الغاء الملصق وتجديدها عن طريق الالاي المواد الثانية اللي هي مادة سبع تSen مادة ثمانةificación مادة ثنين وعشرين مادة تسعتعشر مادة ربع وعشرين هذه مواد في الغانون مختصة في قانون إقامة الأجانب إذا حب أشرح لك أقول لك يعني المادة 17 اللي هي إقامة الإقامة الحكومية المادة 18 المختصة في القطاع الخاص والعمل الأهلي المادة 22 الاتحاق بعائل هذين للآن يقدر اليوم إحنا طبغنا يروح يراجع إحدى الإدارات الشؤون اللي قامة نعم ويقدم المعاملة في السابق شنو اللي كان اللي اختلف إنه في السابق كان يقدم المعاملة ويقدم الجواز ونقوم إحنا في إنجاز المعاملة ووضع استكر داخل الجواز الجواز نعم الجديد الآن لا نقول له والله إبقى قدمت أنت معاملتك مستوفي الجميع للإشتراطات والمستندات كاملة نقول له وهو واقف على يعني فوق راس موظفتنا أو فوق راس موظفنا رح يوصل له مسج نعم SMS رسالة نصية من قبل الإخوان في الهيئة العامة المعاملة المدنية وهني فرصة إنه نشكرهم أمانة جهود هم جبارة معانا كانوا متعاونين لأبعد مدى معانا فرح يوصل له SMS رسالة نصية إنه تم إنجاز معاملتك أو تم تجديد معاملتك فخلص أنت الآن انتهى الدور بالنسبة لنا يروح يراجع الهيئة العامة المدنية ويأخذ البطاقة يأخذ البطاقته بإقامته محددة بإقامة محددة هذا إلى اليوم مطبق نعم يقدر نعم اللي يشوفنا من الوافدين يجدر جدد نعم جديد ما يصير لكن هذا حق الشخص اللي عنده إقامة وانتهت ويجددها نعم اللي هي الوافدين إصدار الإقامة أول مرة نحن نقول التجديد وإصدار الإقامة يعني يقدر يعني مستوفي الشرط ويبي يحط الإقامة خلاص لقينا موضوع الملصم إذن هذا الكلام اللي حضرتك فضلت فيه للعمالة المنزلية والعمالة الوافدة لجميع المواد اليوم شقالة العمالة الوافدة العمالة الوافدة شقالة إلقاء الملصق بدون ملصق مو أونلاين الأونلاين فقط للعمالة المنزلية ممتاز وإن شاء الله الخطوات القادمة ممكن إن شاء الله واضح جهد جبار الأمانة تنطلق في وزارة الداخلية بدولة الكويت لكن بعد الفاصل إن شاء الله ما الجديد في هذا الأمر هل هو لتخفيف الزحمة إن كان لتخفيف الزحمة وهو قاعد يراجع ومع الأوراق وقاعد يوصل للموظف وهو باقي الاستيكر بس يسحبه ويلزقه على الجواز نتلمض ليش المسج وروح وراجع هناك كل هذه الأمور بعد الفاصل إن شاء الله راح نشاهد معاكم مشاهدين المؤتمر الصحفي اللي جمع عدد كبير من قيادات الدولة وأدار مدير العلاقات العامة العقيد صالح السيل نرجع لكم إن شاء الله فأن الإدارة العامة لشؤون اللي قام ما سبقه وإن قامت بإعداد مقترح مفاده إلغاء العمل بملصق الإقامة الذي يثبت بجواز سفر الأجنبي والاستعاض عنه بالبطاقة المدنية بناء على توجيهات معالي نائب رئيس مجلس وزراء وزر الداخلية ورئيس مجلس إدارة العامة لمعلمات المدنية الشيخ خالد الجفاح الصباح بحيث تكون تلك البطاقة إثبات إقامة للأجنبي بدولة الكويت تم تتويج هذا المشروع بصدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 خدمة العمالة مزالية أونلاين وهي تعتبر من الخدمات الخدمات التي سوقها يقوم فطاحت تجربة المعلومات والاتصالات بتعديمها خلال سنة 2019 راح نجدد مادة عشرين خدم منازل تقدر تجددها على قولة كنتها بالبيت وبتيلفونك اللي يجدد بطاقتها يكون عندها أصلا بطاقة سارية الآن فهو من يقوم بإجراء تجديد البطاقة إن كانت أونلاين أو بالمراجعة الشخصية راح تصل لرسالة باستكمال إجراءات لصدار البطاقة إذا ما عليها موانع راح يستلمها اليوم الثاني خلال 24 ساعة بالنسبة حق البطاقة وهدفنا كل الأول والأخير التسليل على المواطنين والمقيمين العقيد علي مسفر العدواني إبو سعود أرجع لموضوع المادة عشرين وهي العمالة المنزلية اللي الآن يقدر يجدد الإقامة عن طريق الأونلاين عملية الدفع بتركي هي الموضوع يعني بسيط إحنا لما طرحنا الخدمة هذه لما تدخل في شروط معينة لازم تكون متوفرة يعني بعض الناس يقول لك والله زين أنا شلون أدخل دخلت الموقع طيب أنت الموقع فيه تعليمات بسيطة يقول لك والله عشان يعطيك الـ فاليوزر نيم أنت تحتفظ فيه لما تدخل على يعني بالخاصية مالتك سهل دخول الصفحة وطريقة الدفع أيضا مؤمنة وسهلة عن طريق الكينت رح يطلع لك صفحة الدفع تقول لك والله رسومك مثلا إذا تبي سنة عشر دانير تبي سنتين كذا تبي ثلاث سنوات كذا فمحددة يعني أنت تختار كل الخيارات جدامك وأنت تختار السنوات كلها جميل موافقة المكفول العامل اللي عندي في حالة أني أنا جدت إقامته وأنا المسؤول عنه أنا كفيلة لكنه يريد يسافر هل يقدر يسافر وإقامته سارية ممكن البعض يجدد إقامة الشخص وخليه قاعد ما يروح الإقامة مدامها سارية يقدر يسافر ما في أي مانع أنه يسافر يقدر يسافر يقدر يسافر نعم يعني وجود إقامة صالحة ما يمنع من سفرها أبدا يحتاج بطاقة بالمطار يحتاج نعم وجود البطاقة والجواز يعني في حالة أن الكفيل ما أعطاه بطاقته ما يقدر يسافر يعني المفترض أن يكون فيه الأثنين مع بعض الأثنين مع بعض والبعض ممكن يجدد ما يخليه يسافر خليه يضطر قاعد لا يعني هل فيه موافقة للمكفول مثلا لازم يوافق على الأونلاين هل ممكن وضعها مستقبلا لا الأونلاين هل الخدمة اللي قدمناها بتركي قدمناها عشان المواطن يعني يخفف على نفسه أنه بدل مدام أنت قاعد في الدوانية في البيت في عند الرابع شقا أنا باتش لازم أراجع علي العدواني ولا أراجع فلان الفلاني ولا أروح لإدارة الفلانية وأنا ببيتي أدخل على الخدم اللي أنا يعني أعتقد أنه رح تنتهي إقاماتهم وأجددهم بكل سلاسة مو تيقدر يجدد كحد قبل انتهاء الإقامة يعني قبل انتهاء بشهرين ممكن نجدد يقدر يجدد يقدر يجدد الداخلية وتحفظ حقوق المكفول أبو تركي طبعا في ناس متخصصين ممكن يجاوبونك على هالسؤال لأنه هم اللي قايمين في الموضوع لكن أنا حسب حسب خبرتي المتواضحة يعني أو حسب سؤالي خير وبرك أنت الله يقول لهم لك أن الموقع ما مر إلا عبر غنوات كبيرة وغنوات مؤمنة تماما يعني لذلك اليوزر نيم مهم جدا ما يعطيه أحد بعدين أنت رح يوصلك SMS بعدين رح ينخصم منك عن طريق حسابك وبعدين رح يوصلك رسالة من الهيئة العامة المعلومات المدنية تفيد بتجديد الإقامة وبعدين رح يوصلك أيضا SMS يقول لك والله ترى المكان الفلاني أو الجهاز فكل هالخطوات الخمسة هذه مو معقولة ما مرت عليك يعني صعب واليوزر نيم يعتبر رقم سري خاص فيني أنا يالكفي نعم أنت يالكفي سواء امرأة أو رجل أيا كان ممكن يدخل على موقع الوزارة ويحط له يوزر نيم للاستفادة من الخدمات المختلفة خدمات وزارة خدمات مخالفة تغير نعم نعم في خدمات كثيرة يعني أمانة صحيح إذا كان عندك اليوزر نيم تقدر تستخدم نفس اليوزر نيم على نفس الموقع واضح بعد ما أجدد الإقامة عن طريق نحن نتكلم ما زلنا نتكلم مع المتابعين في مادة عشرين وهي العمالة المنزلية المفعلة الآن بعد ما أجدد الإقامة واروح إلى البطاقة المدنية أستلم البطاقة الجديدة هل في سهولة هل في صعوبة هناك في عملية الاستلام لا أبدا سهولة والعملية يعني مبسطة تماما وراح يوصلك وعندك فترة تقدر تستلم خلال 24 ساعة يعني بعد 24 ساعة من تجديدك راح تستلمها آه بعد 24 ساعة يعني تستلمها خلال 24 ساعة ممكن تستلم باتشر عقوب باتشر بعدها عندك فترة معينة تقدر تستلمها يروح حط البطاقة القديمة نعم راح يقول لك أي جهاز أنت ممكن تستلمه ضد ضد وأمانة الإخوان في الهيئة العامة المعلومات المدنية يعني مجتهدين وقدموا يعني مراكز كثيرة بحيث أن تسهيلا على الناس صحيح طيب أرجع إلى الآن المواد الأخرى وهي المواد المقيمين قلنا قبل شوي أن بعد الإجراء هذه المعاملات كلها سوى الفورما عباها عبا البيانات خلصوا كل شيء يروح يأخذ الإقامة قال العقيد علي العدواني بأن تروح هذه فعالة الآن تروح تسوي تجديد إقامتك بدلا أن أحط لك ملصق يجيك ميسج تروح حق البطاقة المدنية طيب ما هو وصل حق الموظف ليش ما يحط الاستيكر وخلاص طيب رايح من البداية يعني مشكور على أنك سألتها السؤال أول شيء الملصق إحنا وصلنا لها المرحلة أبو تركي لأن الملصق يعني ما نقدر نقول عنه مو عملية هو كان خادمنا الفترة اللي طافت هذه كلها بس أنت تبي شيء تواكب فيه التطور الملصق ما رح يواكبني التطور اللي قاعد يصير معي أنا اليوم سويت اللي قامة المادة عشرين الخاصة في العمالة المنزلية الخطوات الغادمة يعني إن شاء الله في المستقبل والمستقبل الغريب إن شاء الله رح أطبق ما طبقت على المادة عشرين رح أطبق على جميع المواد رح يصير أولاين على جميع المواد فهذه هذه الاستفادة يعني أنت باتشر أنت صاحب عمل عندك عدد كبير عدد كبير ستين سبعين من العمالة مندوب ما في يعني مندوب ما في أنت بشركتك قاعد يعني أنا قاعد أتكلمك عن خطة مستقبلية وموجودة يعني ما هي فيه جدول زي مني بسعود يعني إن شاء الله في الغريب العاجل يعني ما فيه وقت محدد أمانة يعني فترة شهرين ثلاثة شهور يعني إن شاء الله في الغريب العاجل ممكن أقل بعد ممكن أقل يعني هو بالنهاية بتوركي شنو إذا كان فيه سلبيات وإذا كان فيه إجيابيات تحرص على أنك طيب مراجعة الحالية الآن لما يراجع عند الموظف حتى يأخذ يوصل المسج أنه خلاص رح استلم بطاقتك أنت جددت إقامتك قبل كان فيه العشر دانين الرسوم لتنحط بالجواز على استيكر وعلى الإقامة حين كيف رح تصير هذا رح تصير على المعاملة اللي هو يقدمها إذا أنت أولاين على حسب مادة عشرين ما فيه طبع طبع خلاص أنت دفعت أولاين وخلاصنا لكن إذا أنت مراجع لإحدى الإدارات طبيعي رح نطلب طابع أو رسوم معينة بالسابق مثل ما تفضلت يكون بالجواز صحيح الآن ما فيه جواز نعم ما فيه استيكر رح يكون بالمعاملة ممكن واحد يسأل يقول كزين معاملة إن شاء بتركي فيه أمور يعني لازم نوضحها للناس الطابع الآن قاعد نفعله إكترونيا ما قاعد ما فيه مجال أن أحد يستخدمه يعني الطابع لما تقدم لي أنت يا المواطن أو المقيم وجيت وقدمت لي الطابع عندي جهاز خاص في الكينة أخلي الطابع يمسح عليه ويقول لي والله أن هذا الطابع ما هو مستخدم يعني ما يستخدمه ويعطيني رقم وإيصال نفس الجهاز يعطيني رقم الخوف البعض يأخذ هذه الاستكارات لا سمح الله تسويله يأخذها برة ويبيعها بنصد القين ما يستخدمها يكتشف أنه غير فعال ما يستخدم بعد ما دفع ما يقدر يستخدمها وبالنهاية هو طبعا لا أقصد نصيحة بسعود يعني أن الناس لا تأخذ منه أي حد بره طوابع وتكتشف بعدين أنا غير فعال يقولك أنت تأخذها بعشرة أنا أبيعلك بخمسة نعم 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 صحيح هذا الأقصد نعم صحيح وإحنا يعني مثل ما تفضلت وإحنا المعاملة تبقى عندنا طبعا تمر بغنوات كثيرة فترة طويلة صحيح صحيح وتكون عند التدغيق أعتقد خمس سنوات عشان يتم تلافها طبعا وبعد التدغيق الأرشيف وتؤرشف الإلكترونيا الآن يعني العملية شوية نعتقد أنها محكومة إن شاء الله بعد الفاصل في حالة أن الجهاز لم يستجيب لإصدار البطاقة هل سأقع بمخالفة أم لا علما بأن قمت بكل الإجراءات وأيضا سنشاهد بعد الفاصل كيف تتم الإجراءات الإلكترونية الأونلاين لمادة عشرين العمالة المنزلية إن شاء الله خطواتها كيف راح تتم بعد الفاصل راح تشاهدون هذا الفيديو اللي أنجزته وزارة الداخلية يمكن أن تلاحظون متابعين نحن شوي دقيقين جدا في الكلمات وفي السؤال وفي العوة حتى نتعلم هذه الخطوات خطوة بخطوة لذلك راح نشاهد معاكم هذه الخطوات الإلكترونية اللي هي أونلاين لمادة عشرين تحديدا وهي العمالة المنزلية كيف يتم إجراءها وهذا الفيديو هو فيديو توضيحي قدمته وعملت عليه وزارة الداخلية سنشاهدها ونرجع لكم إن شاء الله اشتركوا في القناة شكرا شكرا عقيد على العدواني شاهدنا هذا الفيديو المتعلق بشرح خطوات المتعلقة بالدفع الأونلاين لمادة عشرين مادة العمالة المنزلية الآن تشمل هي على أيضا التأمين الصحي وتشمل على دفع الرسوم الإقامة وتشتمل على أمور كثيرة كل شيء أقدر أنا أنجزها في هذه الخطوات الأونلاين طبعا بتركي فرصة بعد الآن نشكر الأخوان في مركز المعلومات التابع الوزارة الداخلية أمانة قاموا بجهود جبارة ويعني كان تعاونهم معنا كبير وكان يقدموننا أي شيء نحتاجه كانوا متواصلين معنا يعني فيه يمكن نقطة بسيطة أمس هم مسؤولينهم كانوا معنا لساعة 12 بالليل وهم معنا في في إدارات المختلفة سواء في مراكز الخدمة أو في إدارات شون اللي قامة فنوجه لهم الشكر بالنسبة حق الشغلة اللي تقدر تدفعها الخاصة فينا كوزارة داخلية كل شيء موجود ما عندنا مشكلة لكن مثلا الضمان الصحي هذا خاص في وزارة الصحة فيوجد هناك رابط لوزارة الصحة تقدر يعني مثلا نحن أنت بتجدد إقامتك أو إقامة عفوا العام المنزلي اللي عندك لما اخترت العام المنزلي والله فول عم هذا اللي تبي تجدد له فيطلب منك ضمان صحي صحي كم تبي سنة سنتين نحن ما نقدر نحدد لك نقول لك كم تبي تدخل أنت ما سوي الضمان صحي تدخل على موقع وزارة الصحة وتشتري الضمان الصحي هذا مفعل موجود موجود حاليا يعني أول شيء أدخل على الصحة ديش على الصحة اشتري الضمان الصحي وخلص رح يعطيني رقم رح يعطيك رقم الرقم هذا هو معروف أنه هو الضمان الصحي أضيفه في خطوات وزارة داخلية نعم خلص أنت كم تبي سنة تبي سنتين على حسب أنت كم تبي طبعا عشان أبو تركي يكون واضح لإخوان المشاهدين في بعض الموانع اللي تمنع تمام العملية ممكن ممكن واحد باشر يدخل أو الحين صحيح هالكلام كام وقفت عندي الصفحة في بعض الموانع ما في شك يعني يعني إحنا يعني إنت نتعلم معاجزة أي يعني إذا إذا معاملتك سليمة 100% وإجراءات اللي إحنا طالبينها متوفرة 100% ما في أي مانع نعم لكن في موانع مثلا يكون عليك تنفيذ أحكام يكون عليك غرامات بالنسبة حق حق الإخوان الواقبين هل يعطيني التحذير هذا يعطيك التحذير سبب المنع سبب المنع يقول لك والله أنت عليك تنفيذ أحكام ما هو تفصيلي لكن يقول لك خلص أنت عليك كذا عليك مخالفات عليك مخالفات كذا مرورية عليك مخالفة مرورية بالنسبة حق الإخوان الوافدين يقول لك والله عليك مخالفة مرورية يعطيك أن هذا الموانع أنت الشخص خارج البلاد الجواز المكفول أقل من سنة جواز المكفول أقل من سنة لازم جواز المكفول هذه مهمة لازم جم أقل شيء أقل شيء سنة أنت بتحط له سنة فما يصير الإقامة أقل من صلاحية الجواز ففي بعض الموانع من تدخل في جدد المعاملة يعطيك الموانع وهذه كل البيانات كداتا معلومات متوفرة عندكم جواز المكفول وغيرها مبين عندكم كله مبين عندنا نعم موجود طيب الآن أرجع على عملية التجديد فيما يثبت حقي أنا كمواطني أنا جددت فعلا بحيث أن لو تعطل عندي هذا في النهاية أنت تتعامل مع أجهزة رحت أنا بسلم البطاقة ما طلعت البطاقة يومين ثلاثة أربعة داشت في مخالفة إقامة فكيف رح يمشي في هذه وهو مخالفة الإقامة كيف يثبت حقه نعم عفوا نبو تركي هو ما رح يدخل في مخالفة الإقامة لأن بمجرد أتمام العملية رح يوصلها مثل ما قلت لك رسالة نصية تقول أنت أتممت عمليتك عملية التجديد فبالنهاية عندنا بالسيستم نحن المختصين في شؤون الإقامة أنه تم تجديد الإقامة نحن زيادة في الحرص يعني قلنا بعد يعني نحن نتعامل مثل ما تفضلت ممكن فزيادة في الحرص للشخص اللي ممكن يقول والله أنا بيعطوني أي إثبات نحن نسحب لبرنت ونقول تفضل هذا برنت ما يقدر نصور الصفح أنه دفع وممكن الصفح اللي الأس أم أس عنده بتليفونة مخزن عنده فممكن يحتفظ فيه وزيادة على ذلك ممكن نزوده في برنت نقول لي أنت أجريت معاملتك أتمنت المعاملة وهذا معاملتك كاملة وتفضل تفضل لين تصدر بطاقتك لا لين تصدر بطاقتك نعم طيب ذكرت قبل شوي لجوازه أقل من سنة نعم شنو الإجراء تعطونا مؤقت هل هذا متوفر أونلاين ولا يراجعكم لا هذا يعني في بعض الاستثناءات بتركي تحتاج مراجعة شو اللي قامة احنا طبعا الهدف كل كان الهدف من هالإجراء أنه تخفيف الضغط والزحام على إدارات وزارة داخلية ممثلة في شو اللي قامة ومراكز خدمة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين ومقيمين لكن في بعض الاستثناءات لازم أنك تراجعني يعني مثلا مثل ما تفضلت جوازه أقل من سنة فمضطر أنه يراجع سفارته عشان يجدد جواز يأخذ لأوقت يأخذ لأوقت نعم زين إقامته بتنتهي وجوازه في أقل من سنة في حلول يعني العملية ما هي مسكرة بس يراجعكم شخصيا ما فيه أولاين يراجعنا شخصيا يقول والله أنا العامل المنزلي اللي عندي أو حتى المقيم حتى المقيم الإقامات الأخرى المواد الأخرى نعطيه إقامة مؤقتة هنا الإقامة التي تتحدث أنا وإياك عنها مادة 14 مادة 14 خلا بعد الفاصل مادة 14 لكن هنا يراجعكم وتعطونا الاستثناء شهر شهرين خلاثة اللي حين ما يخلص جوازه مادة 14 لما يخلص جوازه يروح أونلاين ولا يراجعكم يدويا كيف متاحة لأش دي بالنسبة لمادة 20 يقدر يروح أونلاين بالنسبة لباجي المواد يراجعنا ويمشي عقد علي بتكلم معاك على أنت وضعتوا هذا الأمر حتى يخفف الزهم عندكم ليش اليوم كم توصل الأعداد وعدد المراجعين عندكم يوميا في هذا الموضوع العمالة المنزلية وأيضا من أخوانا المقيمين ولكن بعد الفاصل إن شاء الله فاصل مشاهدينا ولنعود أبقى معنا ما زلنا في مادة عشرين وهي العمالة المنزلية اللي اليوم تم العمل فيها أولاين عن طريق موقع وزارة داخلية الإلكتروني رح نتقل معاكم المدير العامل هي العامل المعلومات المدنية الأستاذ مساعد العسعوسي سنشاهد ونشوف ونسمع شنو يقول تحديدا في هذه المادة المشروع له عدة مكونات أول مكون لهذا المشروع وهو الربط الآلي بين مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث يصل إلى المعلومات المدنية جميع حركات الإقامة معدى الإقامة المؤقتة اللي هي مادة أربعة عشر من خلال هذا الربط تقوم الهيئة بتحديث بيانات الفرد وإرسال رسالة نصية لصاحب علاقة يستلمها فور انتهاء من معاملة الإقامة الرسالة تحتوي على رابط يمكنه من استكمال إجراءات إصدار البطاقة المدنية ودفع الرسوم اللازمة لإصدارها الجزء الثاني من المشروع وهو الخدمات الإلكترونية والتي تمكن من تجديد الإقامة دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الداخلية وتمكن كذلك نفس الخدمة من طلب تجديد البطاقة المدنية تم تطوير هذه الخدمة بالتعاون بين كل من مركز المعلومات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية في المرحلة الأولى ستقتصر الخدمة على تجديد إقامة العمالة المنزلية وإن شاء الله سيلحقها تباعا باقي المواد الجزء الثالث من المشروع هو إعادة تصميم بيانات البطاقة المدنية تماشيا مع بيانات ملصق الإقامة لتشمل رقم الجواز والمهنة بالإضافة إلى الاسم اللاتيني الذي لم يكن موجودا في بطاقة العمالة المنزلية بالنسبة لتاريخ انتهاء الإقامة هو أصلا نفس تاريخ انتهاء البطاقة المدنية قامت المعلومات المدنية فور صدور القرار الوزاري بتعميم التصميم الجديد للبطاقة المدنية على كل من وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني ليتمكن كل منهم بتعميمة على الجهات الخارجية المرتبطة به من سفارات ومنافذ وشركات طيران والجهات الخارجية الأخرى ذات العلاقة نائب المدير العام لشؤون الهجرة العقيد علي العدواني في عندك تعقيم وتعليق على هيئة معلومات المدنية قبل لا أبدا يعني جزاها الله خير جزاهم الله خير يعني جميع العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ونشكرهم على الجهود الجبارة وتعاونهم معنا يعني أمانة نعم ونشكر أيضا مدير الهيئة سيد مساعد العسعوسي نشط جدا هو وباقي زملائك في محاولة التسهيل على المواطنين بشتى الطرق دورهم جبارة أمانة بارك الله فيهم نرجع على المادة العشرين والزحمة اللي قاعدة تصير عندكم في الهجرة شا كثر كان العدد والليوم أونلاين هل ممكن يقضي على هذا العدد اللي راجعكم يعني يعني نحن تقريبا يعني اليوم يعني ممكن أعطيك إحصائية بس اليوم يعني اليوم اللي نحن سوينا بدون ملصق يعني اللي مو أونلاين لا يعني بدون ملصق اللي هو المواد الثانية المواد الثانية بدون ملصق نعم بحدود 5373 مقارنتن في السابق بالسابق هو يعني العدد أنت بس أنه لما تقول لي بدون ملصق يعني هذا بالمستقبل غريب رح يصير كله أونلاين لأنه أنت رح تنتقل خلاص بدون ملصق رح يصير صفر رح يصير صفر يعني كله أونلاين يعني أنت ما رح تسوي شيء عندك في الإدارة يعني طبيعي رح تسوي يعني بسعود إذا لم ندش على محافظات أعتقد أن الرقم هذا الوقت السنة على المحافظات أعتقد من 1200 إلى 1500 مراجع في المحافظة نعم تختلف طبعا حول لي غير عن العاصمة العاصمة غير عن اللحم بس التكدس دائما نشوفها بالرئيسية نعم صحيح ليش يعني كثافة العددية اللي موجودة في المحافظة هذه أكثر ها بس الكثاف يعني الإجمالي اليوم 8512 يعني المؤقتة اللي احنا تكلمنا عنها يمكن اللي مادة 14 هذا اللي نحط فيها استيكر اليوم 3139 أنا اللي بوصلها من هالعداد بتركي نعم لما تقول اليوم يعني طلع من عندي أنا كإدارة شؤون لغامة 3139 ملصق نعم لكن يوم الخميس طالع من عندي 8000 ملصق فيه فرق يعني يعني الحين صارت لا عن طريق الكمبيوتر ما مو مو أولاين بس عن طريق الكمبيوتر طيب اللي عنده ملصق الآن نعم وبعد فترة أقل من شهر ما تفضلت حضرتك أو شهرين راح يكون أولاين بالنسبة للمقيمين مواد الأخرى نعم إقامتها هذه سارية ولا يروح يجدد أيضا لا لا سارية سارية بالجواز سارية والآن يعني عشان يكون واضح للجميع يعني تسمع طبعا الناس لا الحين شلون لازم أروح هنا أنت إغامتك صالحة فوضعك سليم وضعك سليم متى ما حسيت أن اللغامة راح تنتهي خلال شهر شهرين و تريد تجددها اشتغل أولاين رح أولاين رح أولاين ما اشتغل راجعنا كالطريقة المعتادة بدون ملصق كالطريقة المعتادة كالطريقة المعتادة بدون ملصق طبعا طيب الآن اللي ما يريد يستخدم الأولاين فيه كبار سن وغيره ما يعرف حق الأولاين امرأة أو رجل يريد يراجع بالطريقة المعتادة حياها الله يقدر نعم احنا حطينا الخيارات مفتوحة أبو تركي يعني بعض الناس فسر الخدمة هذه أنا شلون أبوي الله يحفظها ولا والدك ولا يعني الله يحفظها ولا ما يعرفون اش بيسوي متعود فيه ناس متعودة يقولون الصف لازم يراجع نعم صحيح يقول لك أنا متعوج وين أروح خلني براجع أو ما أثق في الأولاين أو ما أثق في الأولاين صحيح موجود أنت الخيار عندك مو عندي تبي الأولاين موجود تبي تراجعني استقبلونه نستقبله موظفينا موجودين وعلى وقتهم ويصير استقباله نفس طريقة المقيم المواد الأخرى أن ينجز المعاملة ما يعطون استيكر يجي ميسج روح البطاقة المدنية نعم بالضبط وبالنسبة للتحاق بعائلة أيضا هذا من ضمن الخطط القادمة وهذا من ضمن الخطط القادمة كل المواد الأخرى مثل ما تفضلت بتركي الآن بدأنا باليوم بدأنا بالمادة 20 أولاين راح تلحقها تباعا إن شاء الله المواد الأخرى اللي هي 17 و 18 بس الزيارات هذه فيها استثناءات فيها شهر شهرين بوتركي الزيارات وضحة يختلف جدا يعني تماما عن اللقامة لأنه ما فيها استيكر والزيارة محددة في مدة معينة وما هو مقيم في الكوين واللي ما يبي يجدد إقامته وقاعد فترة بس بيخلص حساباته وغيره ويبي يسافر يراجعكم عشان تعطوه تبديد شهر شهر شهرين نعطي موقتها شهر شهرين ثلاثة هذه مو أونلاين لا لا مو أونلاين يراجعكم لا لا هذا استيكر هذه راح يكون فيها استيكر هذا راح يكون فيها استيكر نعم راح يكون فيها استيكر طيب إذا أحد أبنائي راح يستخدم عملية التجديد أو أنا يا راشد مسافر حابة جدد العمال المنزلية لدي قلت حق يا أخي يبقى هذه بطاقتي وهذا رقم المدني جدد عندك العمال وأنا بره بره الكويت مسافر أنا كشخص صاحب الشأن نعم من ضمن الموانع بتركي أن يكون الشخص خارج الكويت من ضمن الموانع يعني يبين عندكم أني أنا بره الكويت أنت خارج الكويت يبين عندنا راح يطلع لي مسج أو يطلع لك إذا أنت قأت يتكمل يقول لك الكفيل خارج وأن أدخل رقمي المدني وأن أدخل ونحن نعرف عن طريق الرقم المدني فيعني راح يبين يقول لك الكفيل خارج الكويت يعني ما راح يكون لأولاين نحن قفلناها بالأولاين ليش؟ لأنه ما نبيها تستخدم في استخدامات قد تكون ممكن يعني طيب أنا داخل الكويت بس ابني بيقوم في العمل أنا ما أعطيه بطاقتي وأنا موجود داخل الكويت نعم وهذا اللي راح يعني أنا باعتقاد أنه راح يصير يعني أنا بعطي أحد الأبناء وأقول له والله تعالي بايا هذا اليوزر نيم مالي ودش على الموقع لأن ليش اليوزر نيم لما تقول لي مساعة ممكن أن في أحد يقدر يستخدم ما يقدر لأن أنت لو تحط اليوزر نيم مالك من تحطه راح يطلع لك المكفولين باسمك أنت ما راح يطلع لأي واحد صحيح فيقدر ابني يجدد يعني نعم يقدر وأنا موجود داخل الكويت وأنت داخل موجود الكويت تعطي اليوزر نيم نعم بعدما ما يعرف يقرأ أو كبير بالسن أو ما يشوف أو كذا أو غير نعم أي شخص ممكن أنت تذغ فيه طيب وتعطي اليوزر نيم لأنه راح يترتب عليها أمور كثيرة واضح راح يدخل على حسابك وصحي وحيخصم فلوس وحيخصم فلوس فإذا أنت واثق ما عندنا من نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من يعانون من إعاقات معينة لا يستطيع استخدام فيها الهاتف أو الأونلاين هل تعاملتوا مع هذه المشكلة أو تعاملتوا مع هذا الموضوع ما في شك بوتورك إحنا يعني بتوجيهات من سيدي معالي ناب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وقيادين وزارة الداخلية عندنا أولوية كبيرة حق ذوي الاحتياجات الخاصة فمفرير لهم دائما في كل إدارة من إدارات شون اللي قامه مكتب خاص موظفة خاصة مكان خاص لإنجاز معاملاتهم يجي أو تجي الأخت من وتستريح ومعاملتها تنجز في كل سلاسة بالضبط مادة 14 بشكل سريع مادة 14 بتركي هي بالقانون نص القانون هي مادة مؤقتة ما هي إقامة دائمة فهذه تعطى للأشخاص اللي يحتاجون أن يكون عندهم إقامة مؤقتة عساس ما يصير وضعهم مخالف أو غير قانوني داخل البلاد عندك خادم مثلا مثل ما تفضلت مساء جوازه أقل من سنة تبي يتجدد له عندك من يأتون إلى الكويت سياحي يأخذون الفيزة من المطارات لا هذه الزيارة هذه الزيارة ما لا شغل بالمادة لا هذه ما لا شغل هذه ممكن بعدين يعني صار عنده ظرف معين أو أدش بزيارة وصار عنده ظرف معين ما يقدر يقادر دخل مستشفى أو غير دخل مستشفى عشان يكون وضعه سليم الزيارة في لها مدة معينة سواء شهر أو ثلاث شهور صحيح المتعلق بمثل هذه المشاكل هل سيرفر وزارة الداخلية المعني بهذا الأمر مستحيل اختراقه أو ممكن يتعرض لأن وزارات عالمية تعرضت لعملية الاختراق فكيف راح تحافظون على هذا الأمر ويخربط لكم الموضوع هذا كله يعني أنا أبو تركي ما أنا شخص مختص في أمور في ناس أصحاب جريمة إلكترونية يعني عفو ما أقدر أجاوبك في الأمر هذا لكن أنا أكد لك أن الأمر هذا ما وصلنا له وأجزم أنه إلا مر عبر مراحل مؤمنة تماما مؤمنة تماما وخطوات مؤمنة تماما لكن ممكن أن في شخص مختص يقول لك أكثر تفاصيل إحنا إن شاء الله نحاولنا نسأل أغلب أسئلة الناس إن شاء الله أو إذا إحنا في أشياء ما ذكرنا أو حاب توضح الله يسلمك معاك الكاميرا ومعاك المشاهدين سواء الكفيل أو أيضا أخوان المقيمين إذا حاب توجه لهم رسالة بداية أبو تركي إذا بوجه رسالة أول شيء أحب أشكرك وأشكر الأخوان اللي يمكن تعب نام شوي ويانا أوجه رسالة شكر لسيدي معالي ناب رئيس مسؤول زراء ووزير الداخلية الشيخ خالج الراح والسيد الفريق عصام النهام ووكيل وزارة الداخلية ووكيل مساعد اللواء طلال المعرفي الوكيل المساعد شوالي قامه لتاحت لهم لنا الفرصة أننا قدرنا أننا نكون موجودين في هالوقت اللي طلع فيه هالمشروع وراء النور صراحة يعني إحنا يمكن بعض الناس ما يحس شنو بالنسبة لنا شلون يعني المجهود اللي صار صحيح مجهود كبير وإحنا قاعد نحاول أن نطور ونطور إذا فيه رسالة معينة نشكر جميع الجهات صراحة اللي تعاونوا معانا القطاع التكنولوجيا المعلومات بجميع موظفينا الاخوان في الهيئة العامة للمعلومات المدنية الاخوان في مركز المعلومات التابع الوزارة الداخلية جميع الجهات وكل شخص اجتهد فيها وعذرا يعني إذا نسيتها إذا فيه رسالة حق إخواننا المواطنين إحنا قدمنا خدمة ونقول والله يعني نرى أنها إن شاء الله خدمة راح راح إيجابية تكون إن شاء الله تكون إيجابية ولكم فأنتمنى إذا كان فيه شيء من خلف تحملونا شوي وإن شاء الله أن قادم أفضل الغادم أفضل والمقيمين وللمقيمين أيضا وللمقيمين وللمقيمين بإذن الله راح نقدم لهم خدمات أفضل نحن الهدف الوصول لخدمة أفضل للجميع صراحة بارك الله فيك العقيدة علي مسفر العدواني ناب المدير العام لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك وقواكم الله وشكرا كل من سعى واجتهد بإنجاز هذا المشروع الكبير والجميل لخدمة الوطن والمواطن ويجعلنا إن شاء الله في مقدمة الدول التي تحرص على خدمة مواطنية بأقل تكلفة ممكنة وأقل وقت وأقل جهد شكرا جزيلا لك شكرا لك كل شكر ضيفنا الكريم وشكرا لوزارة الداخلية وشكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى أننا طرحنا كل تساؤلاتكم في هذا الموضوع والموضوع مستمر معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نحتجنا وزارة الداخلية دائما مشكورة ومتعاونة معنا في طرح أي تساؤلات ممكن يكون معنا ضيف مسؤول نتحدث بهذه القضية أو غيرها من القضايا شكرا لكم أحبابنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل كنت معكم راشد الهلفي إلى اللقاء